ازايكم يا شباب عاملين اي رب تكونوا بخير معكم محمد الماكن من قناة اجيال الاندلس في الفترة اللي فاتت اجينا اسئلة كتير بخصوص اختبرات السنوية العامة وقال اختبرات السنوية العامة هتكون في معادها ولا هتتأجل ولوما تأجلتش هتكون امتى ولا اسئلة هتيجي في الامتحانات هتكون لحد بين في المنهج كل ده هنعرف النهارده في الفيديو بس ياريت قبل ما نبدأ ما تنسوش تعمل لايك وسبسكرايب وشير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن اول حاجة ان امتحانات السنوية العامة ما تأجلتش وما فيش اي خطة من وزارة التربية والتعليم ان الامتحانات تتأجل او تستبدل بابحاث او يتعمل مكان اختبارات الالكترونية زي الصف الاول والثاني السنوي واكد وزارة التربية والتعليم الدكتور ضرق شوي ان من المستحيل يستبدله امتحانات بابحاث وان الامر يتطلب امتحانات حقيقية ومن المقرر ان المنحات السنوية العامة هتبدأ سبع يونيو والجاي وهتخلق سامس يليو ان شاء الله وفي جزء جبير من الطلاب واولياء الامور بيطالبوا بتأجيل الامتحانات خوفا على صحة الطلاب وفي جزء تاني عايز يمتحن وعايز يخلص السنة وانت قولنا رأيك في كومنتات عايز لامتحان تتأجل ولا تكون في معده واكد الدكتور طارق شوي ان الطلاب السنوية العامة هيمتحنوا في اللجان موجودة في المدرسة اللي هم تابعين لها وان اللجان دي هتكون معقمة وان تكلفة تطهير وتعقيم اللجان تقدر بحوالي 950 مليون جنيه مصري وده المدت 20 مليون بس والاسئلة اللي هتيجي في المحادث السنوية العامة هتكون من مناهج الترمي الاول ومدرسة الطالب من مناهج الترمي التاني لحد 15 مارس وقال وزيع التربية والتعليم انهم هيمنعوا اي تكدس للطلاب امام او داخل اللجان وسوف يتم توزيع الطلاب على اكبر عدد من اللجان الفرعية خوفا على صحتهم وسلمتهم ده بالاضافة انهم هيوفروا امكانيات طبية والوقاية للطلاب داخل اللجان وبيقول برضو ستة الوزير انهم هيقيسوا درجة حرارة كل طالب قبل ما يخش اللجنة ده خوفا على سلامة باية الطلاب وخوفا على سلامته وللأسف الشديد في كتير من الطلاب واولياء الامور عاشتين في توطر وضغط عصبي ونفسي وده بسبب ان المستبع الاولادهم متوقف على الامتحانات دي وفعلا السنوية العامة او امتحانات السنوية العامة تحديد مصير يا صابت يا خابت وبيتطبوا ان المتحانات السنوية العامة تتاجل لحد ما موضوع الواباء بتاع كورونا يخلص واحنا كرصة اجال الاندلس بننصح الطلاب انهم ياخدوا بالهم منصحتهم الفترة الجاية دي بشكل كبير واول حاجة انهم يروحوا الامتحانات بجلافذرت وكماما وانهم يكونوا مذاكرين كويس ومستعدين لامتحانات دي زي ما انا قلت امتحانات السنوية العامة تحديد مصير يريد كنت تكون وغدين بلكم من النوطة دايات بكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا ياريت الفيديو كون عجبكم وكم معاكم محمد الماكن من قناة اجال الاندلس وكنت عايز اقول لكم اني عندي قناة على اليوتيوب اسمها اضيف لمعلوماتك اتمنى تشرفوني باشتراككم عندي في القناة وتقولولي انكم جايين من قناة اجال الاندلس اشتركوا في القناة